مشاهدين ضيق شريين القلب أو ما يعرف بتصلب الشريين هو حالة تتراكم فيها المواد الدهنية البلاك على جدران الشريين مما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى القلب وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية للحديث حول الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد يازجي استشاري أمراض القلب وتوسيع الشريين صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح نور أهلا وسهلا بداية ضيق شريين القلب لماذا تحدث؟ خلينا نتحدث عن الأسباب لهذه الحالة هذا موضوع مهم جدا صراحة خاصة إذا عرفنا أنه أعلى نسبة وفيات في العالم تحدث بسبب الأزمات القلبية التي هي ناتجة عن ضيق شريين القلب أسباب ضيق شريين القلبية أسباب عديدة نحن من أسماء لنوعين النوع الأول هو النوع المقدم نغير فيه الموديفايبر والنوع المقدم نغير فيه هو الموديفايبر يعني هو مرض بشكل عام ناتج عن التقدم بالعمر مثلا ما منقدم نغير بعمرنا الجنس نوعا ما بيسيب الزكور بنسبة أكتر من الإناس خاصة بين العمار بين الأربعين للستين فهذا الشيء كمان ما منقدم نغير فيه ففي أسباب ما منقدم نغيرها مثل العمر مثل جنسنا وفي أسباب منقدم نغيرها من أهمها مثل العادات الصحية السيئة يعني التدخي من أكبر العوامل المسببة لتضيق شرعين القلب أمراض الضغط الشريان توتر الشرياني وخاصة إذا ما كان مضبوط بالأدوية أو بالممارزات الصحية سبب ثاني مهم الارتفاع للدهون والكوليسترول في الدم بيسبب تضيق شرعين القلب يداء السكري نسبة كتير عالية المرضى الداء السكري بيكون عندهم تضيق شرعين القلب البداني يعني الحالة اللي نسميها فيها القلة الرياضة الجهد البدني هذول كلهم بيسببوها طبعا والإضافة إلى التوتر المزمن أو القلق المزمن كمان بسبب تضيق شرعين القلب يعني أسباب كثيرة وكل هذه الأسباب نتعايش معها بشكل يومي يعني كل الأشخاص اللي كان من حولنا حتى نحن وأحد هذه الأسباب اللي ذكرتها عم نعيشها يمكن أو عم نختبر هذه الحالة أليم نتلاقي أي حدا هلأ ما عنده واحد أو اثنين من هذول الأسباب الصراحة المجتمعين ما هي الأعراض لضيق شرعين القلب لأن هناك الكثير من أمراض القلب وهناك أنواع أيضا مختلفة هل تتعارض هل هي يعني مشابهة لبعضها البعض وكيف نعلم أن هذا ضيق شرعين القلب صحيح وأحيانا طبعا ضيق شرعين القلب بأسر بيعطي أعراض ما لا يدخل بالشرعين تحس فيها بالنبضار أو شي ولكن بشكل أساسي للأسف يعني أعراض ضيق شرعين القلب ما بتصهر غير لتكون مراحل متقدمة يعني شريان القلب إذا ما تضيق بنسبة 70% وفوق قالين ما تلاقي الأعراض فالمريض بشكل عام بيكون ماشي بيعمل كل شيء بالدوية يكون عنده نوعا ما نسبة تضيق شرعين ولكن ما هي شديدة تظهر الأعراض لما تتفاقم الحالة ويكون وصل التضيق لشدة أقل شيء 70-80% حتى تظهر الأعراض الأعراض بشكل عام هو الأعراض تظهر مبدئيا عند الجهد يعني نحن لما نعمل الجهد عضلة قلب بتقوم بجهد أكبر بيصير بدأ أكسجين أكتر بيصير بدأ دم أكتر وإذا فيه تضيق ما بتقدر تقبل هذا الأكسجين عن طريق هذا التضيق فالجهد مثلا بشكل عام أول شيء الناس بيجو به بيقول لك أنا عم بطلع درجة بحس بيديق نفس أو بحس بيتقل على الصدر هذا عرض typical يعني مثل ما هو موجود بالتكسبوك أحيانا بيكون لا مجرد تعب وإرهاق عند الجهد اللي يكون ما هو موجود بيكون مثلا فجأة صار يعني فهو بشكل عام هو ضيق الصدر عند الجهد أو ديق النفس أو التعب والإجهاد هلأ بالحالات متقدمة أكتر أحيانا بتصير فجأة من دون ما يكون هيبكون على الجلطة القلبية اللي هي ناجئة أو الأزمة القلبية الناجئة عن تضيق الشريين ففجأة بيكون فيه ألم صدري يعني ساعة جدا مؤلم جدا منحسه بشكل عام بنص الصدر ممتل ما أغلب الناس دع تقل لك أنا أبو جعني بالشمال محل القلب هي بصراحة بأغلب أغلب الأحيان بيكون بالصدر بالنص بيروح أحيانا على فاك بيروح على الإيدين وهي بتحدث أحيانا بسبب الأزمة القلبية الأعراض تبعية الجهد بتطول فقط دقائق مجرد ما نقعد نستريح بيروح الألم أو بيروح ديق النفس الأزمة القلبية قد تستمر لفترة نص ساعة إلى ساعات أكثر أكثر يمكن عشانك الناس ما بتنتبه لهالموضوع أو ما بتعطي أهمية لأنه تحدث لدقائق وربما تختفي بعد ذلك لذلك يمكن موضوع أنه الشخص روح يفحص أو بس هيك لا يشيك يمكن بشكل عام إذا كان هناك أي مشكلة معينة في القلب بالنسبة للتشخيص عند الطبيب المختص كيف يتم عملية التشخيص والتأكد أنه هذا هو ضيق في الشريين وما هي العلاجات المتاحة اليوم أيضا نعم التشخيص نوعا ما لما يكون تضيق الشريين ما هو شديد نوعا ما بيكون تشخيص شوي أصعب لأنه ما بيكون فيه أعراض أبدا ولكن هذا التشخيص يعتمد على عوامل خطر يعني مثلا إذا أجاء صبية صغيرة عمره 30 شنة ما عنده ضغط ما عنده فكر ما عنده أي أعراض أبدا فبالعادة الشرين القلب بتكون نظيفة جدا وما في داعي حتى لأي فحوصات لأي شي إلا إذا كان فيه أعراض تيبيكل فذلك الوقت نعمل مثلا فحوصات للتشخيص الناس اللي عندها عوامل خطر مثلا صاروا بيعمر معين عندهم داء السكري عندهم الضغط للأسف النسبة كبيرة ما بتعمل جهد حتى تيجيها دول أعراض اللي بتحصل عند الجهد فالاختبارات نعملها مبدئيا القصة السريرية جدا مهمة بتاخد فكرة عن إذا بجيهم أي أعراض أي ضيق نفس عن إذا عندهم أمراض أخرى إذا عندهم سكر عندهم تدخين وبلاي على الأي سي جي مثلا الأي سي جي كتير أحيان بيكون طبيعي اللي هو التخطيط العادي اللي بنعمله دايما بيأخذ ديتين هذا التخطيط بشكل عام بيكون طبيعي اللي هي القلب اللي هو فحص عضلة القلب نشوف كيف تتحرك وكيف تشتغل كمان بالحالات ما هي متقدمة كتير كمان بيكون طبيعي فإن تلجأ لاختبارات 두انية مثل اختبارات الجهد اختبارات الجهد قد تكون عن طريق التخطيط كتب عن طريق الإيكو عن طريق الـ MRI أو عن طريق الطب النووي وفي حالات ثانية مننا نعمل تصوير للشرين وإسمه تصوير CT scan تصوير للشرين القلب كمان فحسب حالة المريض وحسب نوع المريض بنقرر شو هو الفحص المناسب لأنه كل مريض اللي فحص مناسب باخترف عن غيره ومن هنا يأتي قرار العلاج أيضا ربما العلاجات اليوم هل هي بالأدوية تنفعل هناك طلب تدخلات جراحية أيضا ممتاز صح بالضبط تماما هلأ التضيقات الما عندها أعراض أو المسلم بشكل عام هي أقل من 70% علاجها بشكل عام بيكون دوائي هي علاج ضبط الأسباب المحافظة على البلاك اللي ذكرناها اللي هي العصيدة الشريانية إنه نوعا ما تكون مستقرة تكون ستيبل البلاك فيه أنواع مختلفة في منها مثل حماية جوش الشريان بتكون محمية وفي منها لا بتكون حماية تأقلب كتير وقد تسبب أزمة قلبية في حال انجرحت فكلما كانت الحماية أسمك كلما كانت خطورة تنجرح أقل فالعلاجات صراحة من أسمى لأنواع أول شي نعطي دايما الأدوية الخافضة على الكوليسترول حتى نقلل نوعا ما من الكوليسترول في الجسم ونقلل من نسبة الكوليسترول في هذه البلاك يعني نخليها نوعا ما تكون مستقرة نعطي أحيانا مسيلات للدم خاصة إذا كان في تضيقات نوعا ما متوسطة إلى شديدة لأن نمنع تجلط التضيقات إذا حصلت والأهم شي طبعا الإيقاف عن العوامل الصحية السيئة يعني الإيقاف عن تدخين مهم جدا جدا الحس على الرياضة والإجراءات الجهدية ضبط السكر ضبط الضغط ضبط الكوليسترول والرياضة هذه النوعا ما العلاجات الدوائية أو العلاجات المحافظة نسميها أما في حال تطور كان المرض وفي تضيقات شديدة أكثر من 70-80% خاصة إذا كانت مترافقة مع الأعراض فبالإضافة للأدوية نلجأ للعلاجات الجراحية التي أغلبها تكون عن طريق القسطرة بس أحيانا منحتاج إلى فتح القلب وإجراء تغيير الشريين إذا لم يتم العلاج أو الشخص أهمل هذه الحالة يعني تضيق الشريين في القلب لفترة هل هناك من مضاعفات معينة؟ هل ستسبب له مشاكل أخرى في القلب أيضا؟ للأسف مضاعفات شديدة وحزينة يعني المضاعفات قد تكون بدءا من أنه ما عب يقدر يعمل أي جهد يعني صير مريض بيمشي مثلا من هون 10 متر وليس ما عب بقدر بيمشي لأنه عب فشوي شوي بتلاقي المريض خلص صار حياته وكل ما لها سيدنتري أكثر وما فيها أي جهد وبالتالي بتتراكم عوامل خطر يعني الأشياء الثانية اللي منقدر نعملها أو بتأثر عليها تضيق الشريين إذا كان شديد أنه بأدي على سوء عمل عضلة القلب يعني عضلة القلب هي بتأمن الأكسجين للجسم كله بتأمن الدم للجسم كله إذا ضعفت عضلة القلب بصيد سيء اسمه قصور عضلة القلب وبالتالي يعني ما بنقدر نعمل أي شيء منه ما يصير عنه ديق نفس أحيانا إذا الشريين نفسه المتضيق بيروي الصمامات تبعوت القلب بيصير ضعف بصمامات عضلة القلب يعني بتعمل ليكن تجاه الدم بيصير كله مختلف فكله هذا بيأثر لقصور عضلة القلب قصور عضلة القلب مرض خطير جدا وانزاره سيء يعني بتحصل وفاة خلال سنتين أو ثلاثة إذا ما صارت العلاج كويس فيها وطبعا لسبب الأهم الأزمات القلبية أنه الموت المفاجئ قد يحصل بسبب أي جلطة قلبية فيعني تبعات بعد العلاج خلينا نقول أو حتى العلاج الجراحي هل يمكن أن يتعرض نفس الشخص لهذه المشاكل إذا ما انتبه خلينا نقول لأنه فيه إجراءات يمكن ما بعد العملية أنه الشخص مسؤول صار عنه أنه ينتبه أكثر لهذه الشراحة تماما تماما هلأ الصراحة يعني حاليا علاجات القصفرة أو علاجات البايباس هي بشكل عام علاجات ناجحة جدا يعني تضيق شرائن دائما تقدر تخلص منه عن طريق الشبكات أو عن طريق الدعامات أو عن طريق القلب المفتوح فالمريض ترجع له صحته بيرجع بيقدر يعمل كل شي ولكن إذا ما التزم بالحياة الصحية المناسبة أو بضبط عوامل خطر هذا رح يرجع أكيد فنحن دائما يعني من إلا المريض نحن ما بناكون هم القصفرة القصفرة سهلة ما بناكون عملية القلب المفتوح يعني نوعا ما نسبة خطور تقليلي نسبة نجاح عالية جدا ولكن بدنا يعني تحافظ على دول الشرائن لفترة طويلة فلازم نضبط عوامل الخطر الفكر والضغط والتدخين هدو المهم جدا نضبط يعني هذه من النصائح هل بدنا نسمع منك يمكن دكتور موضوع التدخين قدش مهم أيضا تغذي السليم والتباع نظام غذائي صحي في حياتنا اليومية مهم جدا لأنه نكس الشرائن تضيق الشرائن أسوأ من تضيق الشرائن بحد ذاته يعني نكس بيصير حتى علاجه أصعب يعني أنت ما معقول تفتح القلب مرتين تفتح شوضر مرتين حتى تعامل عملية باي باس الأولى والتانية الشبكات كلما كترتهم كلما بكون أثرهم سيئ التدخين أثره على الشرائن التدخين له كتير تأثيرات سلبية صراحة على الشرائن عدة عوامل يعني أول شي بيزيد من أزية بطانة الشريان فبيخلي العوامل هاي اللي بتخلي تضيق الشريان تشكل اللويحة بتخليها تتسرب للشريان وتتزاد حجم اللويحة ويزداد تضيق الشرائن بالإضافة بأثر على الكوليسترول السيء بيخليه يكتر بيخليه ينبلع من هذول الخلايا المناعية ويزيد التضيق الشرائن ويحصل مرة جديدة نفس الشيء الأكل الصحي فكثير مهم أنه قلل نوعا ما كمية الدهون في الأكل كمية الملح في الأكل خاصة للناس عند ارتفاع التوتر الشرياني الكربوهيدرات بشكل عام مكروهة على أنواع يعني من السكاكر البسيطة للكربوهيدرات المعقدة فالحمية مهمة جدا والنشاط الفيزيائي مهم جدا فنحن دايما إذا كان فيه توسيع أو ما فيه توسيع للشرائين دايما مننصح المريض أنه شوي شوي يتطور من النشاط الفيزيائي ويعود عضلة القلب وشرائين القلب على أنه تكون فتحة دايما وقادرة تعمل عمله بشكل لما تضطر عليه بالجهد بنهاية لأنه عم رح يتفادى يمكن أمراض وهي أفضل وقاية التمارين الرياضي والنظام الغذائي الصحي دائما هي الأهم دي أتشكرك دكتور خالد يازجي استشاري أمراض قلب والشرائين شكرا جزيلا لك شكرا كتير عاد على شدك شكرا